لاختلاف في نبرة الصوت السياسية من بغداد عن تلك التي تنطق في كردستان كذلك صوت المجتمع الدولي جميعهم يتحدثون بنبرة مؤيدة للطريق الوحيدة حلا للأزمة السياسية ألا وهي الحوار وحده لغير التفاوض والحراك من الأبواب الخلفية والجهود التي تبذلها الرئاسات الأربع لم تتوقف أسبوعا واحدا منذ أن خرجت نتائج انتخابات ديشرين المبكرة للعلن واليوم بعد أن وصل المشهد السياسي في العراق إلى عنوين التأزم والانسداد والتمترسي خلف مطلب كل قطب سياسي سيما القطبان الأبرزان التيار الصدري والإطار التنسقي أصبحت معادلة الحل مرتبكة بفعل عدم اكتمال المشاركة الوطنية الكاملة في حوار جامع كان هذا واضحا في غياب التيار الصدري عن حوار دعا له الكاظمي قبل أيام وفيه غابت أيضا قيادات من الإطار التنسقي الدلالات المؤشرة على حسن النواية من قادة وسياسيين ورؤساء أحزاب وكتل لم تغبهي الأخرى لكنها لم تلتقي بل كان مفترق الطرق حليفة معظم تلك المفاوضات فيما عدا أن بعضا منها أراد إنهاء الانسداد بالفعل وهنا تطرح التساؤلات في الشارع الإراقي والعربي والدولي في آن معا حول ما هي تأثير الحوار على الأزمة وإمكانية قدراته على حلها خطوات مستمرة من التيار الصدري ورسائل ردود الأفعال بينه وبين الإطار لم تتوقف ما يمنح تساؤلا حول إمكانية الحوار في الحل تساؤلا مطروحا يبحث عن إجابة ليست ضبابية حول ما هي ما ستقول إليه جهود المفاوضات وما هي لغة الحوار المطلوبة لإجماع كل القوى إلى ذلك الحين لا وقت أمام العراق إلا برأب صدع قد يرغب مستغلوه بأن يتسع أكثر فأكثر أو كما يحذر العراقيون